أعلن المشروع العربي في العراق أنه مع إجراء الانتخابات المقبلة في وقتها الدستوري مؤكداً أن موقفه جاء من منطلق وطني وليس لتحقيق أجندة سياسية الناطق باسم المشروع العربي الدكتور عمر الحمياري قال في بيان له أن الانتخابات المقبلة ستكون خطوة مهمة في التغيير والإصلاح كما أنها تضمن الاستقرار والبناء والإعمار مضيفاً أن تأجيلها سيدخل البلاد في فراغ يؤثر في العملية الديمقراطية في العراق ويرسل إشارات سلبية للرأي العام عن عدم الالتزام بمضامين الدستور ولفت الحمياري الانتباه إلى أن المشروع العربي في صدارة القوى السياسية الوطنية التي حملت هموم النازحين منذ أولى لحظات المأساة وما قم به من برامج إنسانية واسعة وفرت الرعاية والعناية لعشرات الألاف تمثل دليلاً على وطنياته وإنسانياته وليس من أجل كسب المناصب والامتيازات